اهلا بحضراتكم من جديد جينا للجزء التاني من حلقتنا وهيبقى حوارنا مع الاستاذ محمود سلامة الباحث من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية واحد المتخصصين في ملف افريقيا وليه اكتر من ورقة بحسية عن الدائرة الافريقية بشكل عام مناور الستين دي يا سوز محمود اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اقلع النظارة بانا شايف كويس اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك سوز محمود ايه تفسيرك ان الاهتمام المصري بافريقيا بعد تولي الرئيس عبدالفتاح سيسي يوصل لهذه النقطة المتقدمة يعني انا قبل الفصل كنت بقول ان تقدير ان تم معالجة مسألة وضع مصر في افريقيا زي ما بنعالج كل مشاكل من جدور تقدير حضرتك ايه طيب يعني انا انا هبدأ بس كده بان انا هقول ان احنا مصر الفترة الاخيرة اتبعت استراتيجية لاعادة احياء الدور المصري في افريقيا من جديد يعني لو بنتكلم عن منذ تولي الرئيس السيسي لمنصب الرئيس واستعاد تاني او رجعنا تاني للاتحاد الافريقي وبعدين تولينا رئاسة الاتحاد الافريقي في 2019 وما كانتش رئاسة تعتبر شرفية يعني دور المصري اللي حصل وقت رئاسة احنا احنا عملنا جهود اه عملنا حاجات على ارض الواقع فيما يتعلق بحاجتين يعني لو هنقول على دور مصر في افريقيا بشكل عام احنا هنتكلم عن النقطة الاولى هي بناء السلام النقطة التانية هي تحقيق التنمية الحقيقية طيب بناء السلام ناخدها محور محور بقى تمام اوكي لو بنتكلم على بناء السلام فاحنا بنتكلم على المبادرة الاولى هي مبادرة اسكاة البنادق احنا عملنا اعادة احياء لها تاني من جديد هي طرحت في 2013 ولكن الناتج بتاعها في النهاية كان يعني لا يذكر رجعنا تاني في 2019 عملنا احياء للمبادرة مجلس الامن طلع قرار خاص وقت رئاستنا الاتحاد وقت رئاسة مصر الاتحاد لاحظ حاجة ان قبل 2019 احنا كنا اعضاء في مجلس السلم والامن ده بالاتحاد احنا ترقصنا مجلس السلم والامن ثلاث مرات مرة في 2016 مرة في 2018 ومرة في 2020 يعني ما فيش حاجة صدفة لا ما فيش حاجة صدفة يعني ما بتكلمش في حاجة صدفة احنا بتكلم دلوقتي على استراتيجية مصرية لاستعادة الدور المصري في افريقيا من جديد ده في مبادرة اسكاة البنادق مبادرة اسكاة البنادق كانت في الاول يعني احنا بدأنا بها في محور بناء السلام بناء السلام طيب الجزء او النقطة التانية في محور بناء السلام تاني في افريقيا احنا عندنا مساهمة قوية جدا في قوات حفظ السلام في إفريق صحيح بالضبط شكل عامي المشاركة بتاعتنا بتاعت مصر في قوات حفظ السلام حاليا الموجود 3200 فرد من القوات المسلحة ومن الشرطة المصرية طيب ال-UN بتقول كم بتقول إن إحنا منذ يعني مشاركتنا في قوات حفظ السلام إحنا عدد المصريين اللي شاركوا حوالي 30 ألف مصري شاركوا في قوات حفظ السلام وعلشان كده قبل وحركة تشرفتنا كنت بقى أقول إن ناس كتير بتقول إن مصر ما كانش موجود في أفريق لأ إحنا غابت الدبلوماسيار الرئاسية وغابت الاستراتيجية في وقت من القوات لكن الدولة المصرية نفسها كانت مؤسساتها كانت موجودة بالضبط النقطة الثالثة يعني هنتكلم بقى على اللي حاصل في إفريقيا للأسف الصراع في إفريقيا تحول من صراع ضد الاستعمار أو صراع على الحدود بين الدول إلى صراعات داخلية بمعنى بمعنى إن إحنا الصراعات اللي حاصلة جوه أفريقيا في الدول الأفريقية بقت صراعات عرقية صراعات دينية صراعات أيدولوجية كل ده حاصل جوه الدول فبقى من الصعب أن أنت تفصل بين دول لأن هم كلهم مواطنين جوه الدولة الوحدة لو هندي مثال مثلا غير التهديد الخاص بانتقال الأفكار المتطرفة الجماعات المسلحة غير الجماعات المسلحة الفكر المتطرف نفسه الجماعات الإسلام السياسي ودخلها في مناطق محددة في جنوب الصحراء إذا جاز التعبير يعني تمام يعني إحنا بتكلم عن أكبر تنظيم مصنف أخطر تنظيم إرهابي هو بوكو حرام في إفريقيا صحيح فالصراعات دي كلها كانت بتتطلب مننا أننا نتدخل علشان نغير طبيعة الصراع ده أو أننا نحاول نسيطر عليه إحنا نجحنا جزئيا في وقف الصراعات دي لو هنتكلم على جهود الوساطة بنتكلم على جهود الوساطة في السودان بنتكلم على جهود الوساطة في جنوب السودان بتكلم على الجهود الوساطة في ليبيا على اعتبار انه هما يعني الدول دي هي الامتداد الاستراتيجي للامن القومي المصري بس غير كده حتى نحن كمان بنشوف يعني بعض الدول الافريقية بينزل الخبر انه ده ان لما رئيس سيسي بيزورها بيتقال اول رئيس مصري يزورها الزيارات او اول رئيس مصري يزور هذه الدولة من خمسين سنة بنشوف ده في الاخبار لو بنتكلم على غينيا تقريباً اربعة وخمسين سنة غير يعني ده ده كان رقم كبير جد نتكلم يعني جبوتي اول مرة رئيس مصري يزورها في كذا دولة كانت اول مرة يزورها السيد الرئيس يعني ده كان غريب فين الدبلوماسية المصرية فين فين الجهود الرئاسية دبلوماسية الرئاسية رئاسية اه نتكلم على مؤسسة الرئاسة احنا احنا فين كل الفترة دي احنا ايوة يعني حصل عندنا دروب من 2011 ولكن رجعنا تاني نستعيد الدور ده طيب هستأذنك هنشوف تقرير على مصر وازاي هي شريك حقيقي في التنمية في افريقيا نشوف التقرير ونرجع نكمل حوار تمام اشتركوا في القناة 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 اهلا بحضراتكم من جديد زي ما شفنا كده التقرير يعني بيان الحال يغني عن مليون مقال الناس اللي بيقولوا اه ان احنا ضد التنمية واحد هو بس اللي بيحاول يا الداعي ده بالزبط ان هو احنا بس هو المشكلة ان هو خطابه موجه للداخل عنده هو بيحاول جمع الداخل يعني يعني بغض النظر الاسف احنا عندنا البعض بيتأثر بالخطاب اللي هو يعني موجهه في الداخل عنده ده بيان ده بيان حال مصر في القارة الافريقية هستأذنك نرجع تاني للموضوع علشان وقتنا تمام في محور بناء السلام خلاننا نروح للمحور التاني وهو التنمية الاقتصادية التنمية الحقيقي تمام طيب احنا في التنمية الاقتصادية مصر يعني عايز اتكلم ان احنا دخلنا بقوة في التنمية الاقتصادية في دول القارة حجم الاستثمارات المصرية في دول القارة فيه رقم معلن تقريبا عشرة واثنين من عشرة مليار دولار عشرة واثنين من عشرة مليار دولار طيب فيه رقم تاني معلن انه استثمارات مصر في دول حوض النيل فقط اتناشر مليار دولار طيب على ذكر دول حوض النيل فيه ناس كتيرة كمان بتخفل ان مصر بتقوم بمهمة قوية جدا في مسألة بناء الكوادر وتدريب الكوادر في كل المجالات وما بتعلنش كتير على فكرة احنا عندنا اللي اشتغلنا عليه من 2018 اعتقد انه فيه تدريبات بالتم لدول السحل والصحراء علشان مكافحة الارهاب والتطرف بمناسبة السحل والصحراء مصر بعد 30 يونيو رجعت تاني تجمع السحل والصحراء اللي هو يعني معروف بتجمع سين صاد يعني لو حد قرأه في جورناله اللي اسمعها في تقرير كده السين صاد دي اللي هو السحل والصحراء اتفاضل اه التدريبات بتتم القوات المسلحة او قوات الشرطة علشان تكافح الارهاب والتطرف عندنا اكاديمية الشرطة كمان بشغالة على تدريب الكوادر المعهد الدبلوماسي عندنا اكتر من جهة بتدرب كلهم في تخصصهم المجال الخاص بالكافحة الارهاب ده جزء بناء البشر ده غير كمان البرامج المبادرات اللي تقدمت للشباب الافريقي هيتكلم على الشباب الافريقي الشباب الافريقي بدأت من يعني على ما اتذكر كنا في منتدى شباب العالم 2018 افتقدنا كتير اكيد اكيد نتمنى ان احنا نرجع تاني بعد كورونا من ندبات كورونا ان احنا افتقدنا منتدى شباب العالم سرنا المؤتمرات الشبابية ومؤتمرات الشباب العالم بدأنا في 2018 الدعوة تمت لان احنا يبقى فيه اهتمام اكتر بشباب القرى اطلق برنامج خاص بالشباب الافريقي في الاكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج كان بيستهدف ان احنا نعد تقريبا الف شاب كدر ما بين خمسة وعشرين لخمسة واربعين سنة اه تم بالفعل تخريك تلات دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي يعني احنا كده بالنسبة لي بقى عندنا سفراء بيتكلموا باللسان مصر في الدول الافريقي احنا نقدر نستغل ده مستقبلا او في الوقت الحالي كمان احنا عندنا شباب عارفوا مصر بالظاف شابوا مصر وعرفوا مصر عارف الوضع الحقيقي لمصر عارف ان احنا ولا ضد تنمية ولا بنقف ضد الدول النامية او دول افريقيا او ان احنا يكون عندنا اي عداء للقارة او ان احنا عندنا اي نوع من انواع التمييز ضد القارة بسبب اللون مثلا زي ما بيتم الترويج او لاحظ حاجة كمان يعني زي ما احنا كان فيه تقرير قبل ما حضرك تتفضل بتكلم ان احنا برضو ازاي لتصفية حسابات ما بين طيار سياسي وواقع سياسي حصل بعد اتفاقية السلام 79 اتقال مثلا اتهمة مصر اتهمات في افريقيا من الداخل نفس الامر احنا فيه اخطاء بنوع فيها مثلا في السينما حاجات من التناول مثلا وحاجات من دي وبيبقى ليها قصر سلبي بقى احنا عنينا منه فترة يعني لو هنتكلم بشكل صريح عنينا منه فترة حكم البشير ان هو بقى فيه حالة من يعني احتقان عند الشعب السوداني بسبب التصوير اللي كان بيتم في السينما يعني الشعب السوداني ده انت يعني سافرت السودان لا لسه لا انا سافرت السودان كتير يعني انت لا يمكن تحس من الدول اللي هي لا يمكن تحس بغربة في السودان اول ما تحط رجلك في السودان يعني لو هما بيتفرجوا علينا لازم يعني نوصل التحية لأهلنا في السودان لان السودان ده غالي عندي جدا من وصوى شخصي يعني حتى غالي عندي جدا طيب فكرة الدولة الموديل النموذج اللي مصر قدمته للقارة الافريقية ان بلد كانت بتواجه تحديات صعبة جدا وقدرت تعمل تنمية اقتصادية متطورة ومعدلات نمو متطورة وتفتح صفحة جديدة مع الشباب وتستوعب الشباب وتستوعب تقاتل الشباب وتبقى مشهورة بالميجا بروجل فكرة الدولة النموذج دي اللي مصر وضعتها للدول الافريقية كلها شايف تأثيرها عامل ازاي ده 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 يعني انا بتكلم على النموذج المصري من بعد 2014 من اه اوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية يعني حالة تقريبا يعني كنا وصلنا لحالة انهيار كنا على وشك ان احنا ممكن البعض يصف مصر ان هي خلاص على وشك انها تبقى دولة فشلة لا او مش البعض يصف هو كان فيه تقديرات اقتصادية لارقام يعني تصنيف اقتماني وحاجات كده يعني نجحنا في وقت قياسي ان احنا نرجع تاني مصر باقتصادها بالمؤسساتها بانتشارها ودورها الواسع في افريقيا النموذج ده يعني لابد ان احنا نساهم بدور كبير انه هو يتم تعميمه في دول القارب ما هو الرؤساء افريقيا لما بيشرفونا هنا في القاهرة بنسمع في تصراحاتهم انه هو انا متطلع ان اشوف في بلدي مشروع زي اللي شفته في مصر زي العاصمة الادارية زي محطات القهرباء وما الى ذلك انا هتكلم عنه نقطة النجاح نقطة النجاح ان احنا خططنا ان احنا بقى عندنا خطة اسمها رؤية مصر عشرين تلاتين بقى فيه طموحات بقى فيه برامج وقاليات للتنفيذ انا يعني للأسف دول افريقيا ما عندهاش ده فاحنا محتاجين للأسف وصلنا لديئة ستين للأسف للأسف وصلنا لديئة ستين ومع ديئة ستين بننهي حلقتنا لازم اشكر حضرتك السيد محمود سلامة الباحث بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية شكرا على الاضافات لحضرتك والتهالنا في الحوار شكرا لحضراتكم وضحنا ولو جزء بسيط من حجم العمل المصري في افريقيا ما تخلوش حد يضحك عليكم ويقول لكم ان بلدكم مش موجودة في افريقيا نشوف حضراتكم على خير في الحاجة الجيدة ان شاء الله